إذن هل حضرتك تتوقع بأن الاقتصاد الروسي قادر على التماسك في وجه كل هذه المخططات التي تستهدفه من قبل القوى الغربية يعني في اجتماع قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى تحدثوا عن ضرورة وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي هل ترى بالفعل قادرين على مواجهة مثل هذا الأمر؟ روسيا إذا عملت على إنشاء تحالف كبير من الدول المساندة لها ومن حركات التحرر المعادية لأمريكا وهي كبير فأعتقد أنها ستستطيع من الوقوف بوجه الهيمنة الأمريكية وبوجه المخططة الأمريكي ولكن إذا بقت لوحدها فهي يمكن أن تصمد لعاء أو أكثر ولكنها غير قادرة على الصمود بشكل مطلق لأن هناك تكتلات وتحالفات تقوم بها أمريكا تجاهها وفي محاولة تعويض الغاز الروسي والنفط الروسي الذي يذهب باتجاه أوروبا أن أعتقد أن روسيا إن عملت على إشاء حلف قوي سواء مع الصين ومع كوريا الشمالية ومع الدول الأخرى المعادية للتوجه الأمريكي ومع حركات التحرر التي تخور نظال ضد الاستهتار الأمريكي تجاه شعوب المنطقة هي قادرة على الوقوف لفترة طويلة جدا بل إنها سوف تفشل المخططة الأمريكي المواجهة ترجمة نانسي قنقر